السلام عليكم كدري لبس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ياربي امين ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم افكار وابداع دلو اليوم ان شاء الله عادي نصيبوا هاد سقطت لي كون كي يعجب البنيتات بزا 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 اه كنتمنى ان شاء الله يعجبكم ونبدو ان شاء الله في الفيديو كما تشوفوا هادا نحتاجوا في هادا سا البوندو يعني عادي عقل عادي وانا هاداك عندي في الاسود وانا حبا يكون في الابيض يعني غاد ناخد هاد ساطا او لا اي توب عندكم فضاء وتدوروا عليه كله في الولا ندرة اللي ساق ومن بعد غاد ندور عليها يعني خاصية غطالية اللون الاسود يعني كنعرفو هاد سقطت بالعربي اسميتهم عقال احنا في الدريجة كنقولوا اللي هم بوندو يعني بالزاف دي الاسماء عندهم يعني انتم ما تعرفوه احنا نقدر نغلف كله مزيان 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 يعني على حسب اللون انتم اللي بغيتو تديرو بغيتو تديرو في الفيدي ولا في القري ولا في الوردي الغوز اللي يجبكم انا حبا انا نديرو بالابيض كيف تشوفوها هو غلقتو كله وفي الاخر دي اللي قدرت لي اللسقه باش يبقى شد هنا يتقطعوا الطاي اللي يعجبكم انا ردرت واحد طاي اخرى وجدتني كبيرة هنا يطاي يعني تشوفو على حسب تقطعوا بايدكم وتشوفو الطاي انا خليت لكم الاغتيار هنا يعد هاد الكبيرة وكيناع ذيك الصغيرة وهنا هادو الوريدات اللي غاد نتصيبوه انا غنبقى غادة معكم بقطوة خطوة هذا اللي هو اللي صيبت يعني خسنا نصدوه هنا هادا تقدروا تصيبوه بالتوب الابيض ولا اي لون عندكم توب هنا عدي لصقه هنا يا ونشدوه مزيان بيدي بتلصق بزيان كما تشوفو را خليت هذا الرغيس اللي هيها انا غدي نعمره بهذا القطن شوفو مزيان اعمار بالقطن مزيان وغدي نصدع ليه توا باللصقه انا الفيديو ما بقيتش نخليه غديب شوية انا رزر بطوة ولكن رابيضنا كل شي ان شاء الله هاو غدي نصدوه مزيان هكذا 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 سوف نصد باللسقه كما قلت لكم لا يبقى يتحرك سوف نصد باللسقه سوف نصد باللسقه سوف نصد باللسقه سوف نصد باللسقه عدد şekilde نصد باللسقه سوف نصد باللسقه فالشكله تقوم بقيت انا اخذت هذا اللي بايات عندي بزاف الضار هو اللي ختمت به اوكي جيزوين بالنسبة للوندوات سافاوات الشكل الثاني هاو بس ديتو بنتعجبها بزاف والله عجبها بزاف نغن دير لي احتصاك دياله ان شاء الله هم تصيب لها التيشورت نوجد لها ان شاء الله اللي عيد ميلاد ديالها سافي هنا يا هادوك الصغير ورين شفتو طاو ما قطعتهم هذا اللي عندي ديال الفوم انتم ما تقدروا تستعملوا اي حاجة حتدتو باداك لي فيلي بايات تا هو تستعملوا نالا او لسقطوا ديالفوم من بعد نفتق هادوك توب عادي وانا غدي نقطعو شفتو على شكل حالها اللجوني بايش ندير وريضه للعناء نضغط الوضع نضغط الوضع لنضغط في الوضع نحن نضغط الوضع كنت تستكيل حصيل إن لمسكاتهم التسكيل التسكيل بنسيق الألوان في الودينات ومن البعد ندير عليهم هذو الصغيرين تقدروا انتم تطوروا عليها كلها بالورد انا حبيت نخلي غرها تلعتها هكذا صافي فاش ميجيش شارجي فقراس بنتي كنتمنى يكون الفيديو عجبكم يكون واضح الشرح ويكون مطويش لان انا فطلت انا نزربوه فالا هو ودي ان هو واجد وهذا التاني الاخور كنتمنى اعجبكم الفيديو وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله لا تنسوا لايك وبرتاج باش يتستفدون الناس الاخرين ومع السلامة وإلى اللقاء بإذن الله شكرا شكرا